وش هو الـ Database Engine وما هي لغة الـ SQL وكيف يصير الـ SQL Injection وما هي أنواعه بالتفصيل الممل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد اليوم رح نتكلم إن شاء الله عن أفضل مقطع ممكن تشوفه في اليوتيوب كامل نعم بل في يوتيوب كامل من أفضل المقاطع اللي رح تمر عليك إن شاء الله في الـ SQL Injection شرحتها بالتفصيل الممل على كل حاجة تشوفون المقطع سويته أنا بنفسي وهذا شيء اللي أخرني شويتين عن تنزيل الفيديوهات كنت أتجهز السلايت هذا عموما أتمنى يعجبكم الفيديو وأتمنى أنه نوصل للمقطع هذا أقرب وقت ممكن مية لايك نبي نوصل أقرب وقت مية لايك عشان تكمل السلسلة البطلة هذه إنه في أشياء كثيرة ودي أوركم إياها وما أقدر أتكلم الحين لأنه راح أخرب المفاجأة لكن نبي دعمكم اللطيف الجميل هذا ونشركم الجميل هذا لعلى كل الأشخاص اللي تعرفونهم أخوياكم وحتى القروبات الموجودة سواء في نفس التخصص هذا أو قروبات ثانية أو حتى اللي طلاب في الجامعة أنا صراحي شرفني أنه على جميع طبقات الأشخاص اللي تابعوني على جميع يعني مستويات الأشخاص اللي تتابعوني شرف لي الصراحة أني أكون من أحد الأشخاص اللي تثقون فيهم ما بطول عليكم من أصلاً المقطع جداً طويل لكن حبيت أنه يعني أشكركم على دعمكم وثقتكم الجميلة هذه وبإدن الله راح نسمر في تمزيل الفيديوهات وفي أشياء وأفكار جديدة إن شاء الله لكن نحتاج دعمكم اللطيف عشان نقدر نواصل في هذه القناة ونقدم لكم من أفضل وأكثر جودة في الفيديوهات القادمة إن شاء الله وبس أترككم مع الفيديو بإدن الله في هذه السليدات راح نتكلم عن SQL Injection من طابع الحقن اليدوي راح نشرح وش هو SQL وما هو Database Engine وما هي أنواع SQL Injection Attack في البداية لازم نعرف العنوين الرئيسية في هذه السليدات وهي في البداية الSQL هو جاي من اختصار هي لغة صممت من أجل التواصل مع الداتابيس اللي تخزن الداتا في الموقع تسمح لنا الSQL بنا نقرأ ونكتب ونعدل على الداتابيس حقتنا وندير ونسوي Configure أو نعدل على الداتابيس انجن طيب ياسر وش هو الدياتابيس انجن؟ الدياتابيس انجن بكل اختصار هو الStore Engine هو الشيء الأساسي اللي تم الاعتماد عليه في الدياتابيس منجمت سيستم من إيش جاي من create and read و update و delete data from الدياتابيس طيب الدياتابيس انجن المعلومات عنها المهمة هي تخزن البيانات العامة عن الدياتابيس و عن التابلز في تابل مخصص لها تخزن الميتا داتا مثل انها تتعقب كل التابلز الموجودة والدياتابيس سكيمة اللي هو هيكلية قاعدة البيانات هي الشيء الأساسي اللي تخلي الدياتابيس حقتك تشتغل بشكل ممتاز بدون اغلاط different database engine has different names database engine ليس نوع واحد فقط بل له انواع كثيرة تستخدم في الدياتابيس الدياتابيس انجن هو الشيء الأساسي اللي تعتمد عليه وتخزن بياناتك فيه وتسوي الدياتابيس حقتك بمعنى انه عندنا لكل داتابيس انجن فيه تابل والتيبل هذا مثل ما تكلمنا فوق التابل هو اللي يخزن المعلومات الاساسية والكاملة عن اسامي التابلز عن اسامي الدياتابيس المعلومات كلها حق الدياتابيس و طبعا مثل ما قلنا الدياتابيس انجن هو اللي يحافظ على مسار عمل الدياتابيس حقتك بشكل ممتاز و بدون اغلاط طيب عندنا في البداية اللي هو نوع الاسكيو لايت الاسكيو لايت عنده تابل ليخزن البيانات الموجودة مثل ما قلنا الجداول الموجودة حين عندك الداتابيس الموجودة عندك في الموقع كلها تتخزن في هذا التابل برضو عندنا النوع الثاني هو الـ mysql و اكيد مر عليكم هو من اشهر الانواع عنده برضو تابل اسمه information schema هو برضو يخزن كل المعلومات والinformation schema هذا اللي نستخدمه عشان نعرف انواع التابلز الموجودة في الموقع راح نشوفه ان شاء الله في الحق اليدوي راكزه على information schema عندنا برضو نوع ثاني اسمه postgreSQL برضو عنده تابل نفس الاسم اسمه information schema و اخيرا الوريكل برضو عنده تابل اسمه dba شرطه تحت تابل طيب عاطيني مثال وش التابل هذا يعني وش الاشياء الموجودة داخل جبني مثال من SQLite master لان الـ mysql التابل حقه جدا ضخم ولا يغطي ممكن لو اتكلمت عنها لحالة محاضرة كاملة تمام فالـ SQLite الـ columns عندك علي صار وعلى يمين الـ description او وصف هذا الـ column طيب في البداية راح يخزن الـ type الـ type هو شو يعني راح نخزن type of database object مثل يعني الـ table tabi والindex والtrigger او view طيب عندك برضو اللي هو الـ name الـ name حق الـ database object حقتك تمام تخزن في الـ column name برضو عندك tbl شرطه تحت name تخزن table name اللي that the database object is associated with يعني الـ table name حقك اللي database object حقتك اللي متصلة وفي علاقة مع الـ table هذا متاز والـ root page هو الـ root page والـ SQL عشان نسوي new database object طيب عشان نادي كل الـ tables الموجودة المخزنة في الـ SQL master وش راح نكتب الكويري الكويري بكل اختصار راح يختلف من نوع database engine الى database engine ثاني يعني الكويري المستخدم في الـ SQLite مختلف عن MySQL ومختلف عن Oracle ومختلف عن PostgreSQL عشان كذا لازم في البداية في الموقع من اشياء المهمة لازم نعرف مش نوع الـ database المستخدمة لانه احنا ما نقدر نتعلم كل الـ database ما راح نقدر يعني نعرف كل الاوامر حق الـ database عشان كذا في البداية لازم نعرف نوع database engine عشان نضيق النطاق اللي نستخدم الكويريز حقته طيب الـ SQLite master عشان نلادي كل الـ tables الموجودة في الـ database اللي موجودة ومستخدمة من SQLite الكويري بكل اختصار يقول لك select name from SQLite master وهو الـ table نفسه لما where type equal table لو نرجع هنا راح نلاقي الـ type من اشياء الموجودة اللي هو table فاستخدمنا table order by name عندك شيء ثاني لـ MySQL كيف ممكن احنا نحصل كل الـ database ركزوا على الكويري هذا لانه هو من الاشياء اللي نكون في الحق اليدوي وعشان نجيب الـ tables الموجودة في الـ database فعندك في الـ information schema عشان نادي كل الـ tables الموجودة في الـ database اللي موجودة ومستخدمة عن طريق الـ MySQL بكل اختصار راح نكتب هذا الكويري select table شرطه تحت name from information schema dot tables information schema هي اللي تخزن كل حاجة فdot tables هو راح يجيب الـ tables الموجودة في information schema لمن او where table type اللي هو base table و table schema equal database او اسم الـ database اللي انت راح تستخدمه وطلع الـ tables حقتك طيب عندك برضو الـ fill post query SQL برضو في لها query واسهل من قبلها بكل اختصار راح تكتب select نجمة يعني select كل شي يجيب لكل شي من information schema dot tables information schema هو مثل ما قلنا هو اللي خزن البيانات dot tables اللي هو الـ tables الموجودة في information schema جيبها كل اللي هو سمحت ودبي اي تيبلز برضو اكثر بساطة في الاوريكل راح نستخدم select table شرطه تحت name from dba table لانو دبي اي تيبلز هو اللي يتم تخزينه في متاداتا حقتها SQL injection categories او انواع الـ SQL injection او اقسام الـ SQL injection الـ SQL injection لها categories لها انواع تستخدم او انواع تتقسم بنا فيها in-band out of band وانفرشل او اسمها blind مثل ما نشوفين الرسمة الان عندكم موضحة عندكم الـ SQL injection has types ممتاز النوع الاول هو الـ in-band هو الـ classic والمعروف والمتعارف عليه في الـ in-band وهو يستخدم تحت انواعه الموجودة اللي هي error based SQL بحيث انه نعرف الـ SQL injection عن طريق الـ error وبرضو union based SQL injection attack وعندك النوع الثاني اسمه infertile او اسمه blind SQL injection بحيث انه رح يكون فيه boolean اللي هو based blind SQL injection اللي هو or واحد سوي واحد هو الاكتر شيء المتعارف عليه هو المشهور جدا و time based blind SQL injection بحيث انه نعرف الـ SQL injection عن طريق الوقت واخر شيء اللي هو out of band SQL injection هو الاقل شهرة ويعني ما هي موجودة كثير جدا وصعب انها تكون موجود فرح نشوفه ان شاء الله على كل قسم بالتفصيل in-band SQL injection الـ in-band SQL injection مثل ما قلنا هو الـ classic SQL injection هو الاشيء الاساسي والمتعارف عليه هو اكثر الانواع سهولة في استغلال في الـ SQL injection attack الـ in-band SQL injection هو يخلي الـ attacker يتواصل عن طريق نفسه النافق او channel هو اللي راح يسوي الـ attack هو اللي راح يجمع المعلومات منه من نفس المكان ومن نفس الـ input الموجود طيب مثل ما قلنا most common type الـ in-band SQL injection اللي هو error based SQL injection و union based SQL injection مثل نشوف هنا الصورة بكل بساطة رح نرجعها بعد شوين ان شاء الله لما نروح لـ union based SQL injection لكن لو نشوف الصورة هذا الـ attacker انتاز وهذا الـ web application بحيث ان الـ attacker يرسل هذا الـ query بحيث ان نضع single quotation مسافة union select username و password from user اللي هو الـ comment وارسلها الى الموقع الموقع الرسلت بهذا الشكل وهو الـ query وهذا بالشكل وصارت بهذا الشكل يعني احنا راح نشرح هذا الشيء بالتفصيل بعد شوي وراحت للـ database بحيث الـ database جابت له كل الـ password وكل الـ user name وراحت الـ attacker طيب راح نجعل انشار للرسمة بعد ما نروح لـ union based attack عندك في البداية اللي هو error based injection هو تعريفة تحصل المعلومات عن الـ database من error message تعرفون الرسالة الخطأ لو سويت query غلط يجيك رسالة راح تحصل معلومات مثل structure حقها والـ data في الحقيقة احنا نحصل معلومات جدا ثرية من error based injection عن طريق اللي هو كيف الـ application الموقع حقك أو الموقع حق الضحية يشتغل وكيف الـ database structure مع error based injection كيف الـ database structure تعرفه طيب عندنا مثال مثال عندنا input input search أي input ممتاز جربنا عليه double اللي هو to single quotation وطلعتنا هذه الرسالة اللي هي you have an error in SQL syntax check the manual and correspond to your mysql saver هنا يعرفونه انه يستخدم mysql saver version for the right syntax to use new اللي هو single quotation single quotation ماذا تشوفوا هنا في حاجتين استفدنا منها هنا الحاجة الاولى ان الـ input اللي قدامك انه ممكن مصاب شوفوه ركزو ممكن مصاب الـ Injection لانه مو دايما كل الروجيك هو مصاب ممكن مصاب في الـ Injection وممكن مصاب في الـ Injection وشيء الثاني انه احنا عرفنا هو database في البداية قلنا عشان نعرف ونستخدم الكويري المناسبة من بين DBMS الكثير الموجودة لازم نعرف نوع الـ Database اذا عرفنا نوع الـ Database احنا ضيقنا النطاق ونعرف نستخدم أي Database Management System أو DBMS الـ Queries الـ Bypass حقتها إلى آخر عندكم Database Management System اللي هو DBMS هو الـ MySQL عندنا اللي هو Union Based SQL Injection الـ Definition يقول لك هنا ياخذ Leverage The Union SQL Operator Union تكلمنا عننا سابقا هو يستخدم كويري ثانية بمعنى اللي يجمع بين two results أو two more select statement في كويري واحدة أو result واحدة طيب بمعنى انه نستخدم select name description from product where id equal 3 هذا كويري طبيعية ومعنى كويري طبيعية ومعنى ومعنى 1000 متر ومعنى كويري طبيعية Union ومعنى أصبر أكبر لا تنتهي هنا أعطي 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 الـ Username ومعنى أعطي الـ Username ومعنى ومعنى أعطي 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 سطر واحد لأنه ومعنى الـ Username ومعنى 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 كل الـ Username كانت موقع ومعنى وإذن الموضوع ومعنى من المقات لأن المقات ومعنى لأن وتابع بإخط أعطي موقع موقع ومعنى أعطي المسرح أعطي سنجل قوتيشن ليش لأنه قفل هنا واحد بدنا نحط هنا ممتاز فصارو شو سنجل قوتيشن سنجل قوتيشن بعدين خاصر فاضي بعدين مسافة يونين سليكت يوزر نيم عن باسورد فوم يوزر بدين دبل داش دبل داش ليش لأنه نبي نسوي كومنت لباقي الأشياء الموجودة إذا كان في كوندشن ثاني خلاص البعدها كومنت لجيب طريق خلاص صارو شو راح أرسل للموقع هذا الموقع استقبلها بهذا الشكل أنه ترى هي أنا راح أخذ النام والدسكريبشن من الـ table project ولمن الكاتجوري ساوي gift و بسوي حاجة ثانية اللي هي وشو أنه بجيب الكويري الثانية اللي هي جيب اليوزر نيم والباسورد من اليوزر خلاص أنا بسوي حاجتين الآن طيب سوي كومنت بمعنى أنه الكويري البعدها أو المكتوب الكويري بعدها صار كلها يوسلس يعني ما يستخدم وفيها كومنتز راحت للداتابيس الداتابيس جابت الـ table حق الـ username والباسورد وجابت كل الـ password الموجودة في الـ database وكل الـ username وراحت إلى اللي هو الـ attacker هنا يكمن خطورة الـ union attack بمعنى أنك تجيب كل الـ table الموجودة في الـ database وهذه مصيبة طبعا مو على كل موقع أنه خلاص تقدر تسويها في مواقع الـ input حقها مفلتر بمعنى أنا أستخدم مثلا في الـ back-end language في الـ PHP مثلا أداء أسوي فلترا والله إذا سوى كذا لا تستقبله إذا سوى حط single لا تستقبل إلى آخره انفرشل أو بمعنى انفرشل أو بمعنى انفرشل أو بمعنى انفرشل انفرشل يقولك هنا يعتمد على التغيير من سلوك الـ database يعني يعتمد على الـ behavior و الـ database سلوك الـ database بيعطينا معلومات ثانية يقولك في الـ انفرشل 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 ترسل إلى الـ web application وبالتالي الـ attacker ما يقدر يحصل بيانات تطلع له أو نتائج تطلع له تمام هذا سبب شهرة انه سموها blind skill injection attack لأنه blind blind يعني عامة أو أعمى تمام يعني هجوم ما تقدر تحصل لا result ما تتحصل result information ولا تقدر ترسل information ممتاز أنواع من الـ type of infertial injection في نوعين boolean based injection و time based injection boolean based injection هو يعتمد أن يرسل إلى SQL query إلى database مما يجعل و يخلي الـ application والموقع يجبره أن يرسل بيانات مختلفة وهذا يعتمد على الـ query اللي يرجع يهي true يهي false بمعنى أنا أرسل SQL query يعني أرسل query للـ database وأجبر الموقع أنه يظهر لي بيانات مختلفة بمعنى أنه عندي صفحة محتوى تمام لما أستخدم boolean based injection بدلا ما يطلع المحتوى أخليه ما يطلع المحتوى تصبح الصفحة فاضية هنا يعتمد أن هل هي true أو false النتاج طيب خلينا نشوف مثال عندنا أول حاجة query عادية وبسيطة يقول لك هنا select النجمة اللي هي كل حاجة من product table أو جدول اللي اسمه products لمن الشرط حقنا وإيش هو لمن where ID يساوي 534 يعني بالله عليك عطني كل حاجة من table project لم الID حقها 534 يعني بمعنى رح يجيب line واحد أو row واحد أو صف واحد من البيانات كلها ممتاز احنا هنا ماذا سوينا رح ناخذ مثال على google تمام هذا هو الدومين google.com slash home.php تمام علامة استفهام قلنا هو اللي يفصل ويسوي البرامتر احنا تكلمنا على هذا الشيء سابقا في XSS تمام فعلامة استفهام هو اللي يفصل البرامتر بحيث البرامتر اسمه ID تمام يساوي سالب واحد ليش حطينا سالب واحد ياسر سالب واحد بمعنى انه بالله عليك عطيني ID اللي هو رقمه سالب واحد سالب واحد يعني ما في احد وغالبا وكثير ما في احد في ID يخليه سالب واحد بمعنى انه يخلي الكونديشن او الشرط اللي هنا الID يساوي سالب واحد بمعنى انه يخليها false ممتاز هذي فيها في logic لازم اذا ما عنده خلفية عن هذا الشيء لازم يبحث عن logic operating يعني true false وال or and الاشياء هذي عشان يفهم وش اللي حلن نقوله تمام ما هو موجود وبعدين حطينا single quotation وبعدين علامة دولار وعشرين هذي ايش هذي مسافة في URL لما نرسلها رح تحول دولار عشرين هذي مسافة في URL تمام or بعدين حطينا مسافة في URL قلنا واحد يساوي واحد طيب واش صار في الكويري كيف رح ترسل الى الداتابيس الكويري رح ترسل الى الداتابيس بهذا الشكل select all from table product where لما الـ ID يساوي سالب واحد طيب ما هو موجود السالب واحد بمعنى الـ ID هذا false او اذا كان false or يعني اختار true اي اختار true دائما ممتاز فواحد ساوي واحد طبيعتا ومنطقيا انه واحد يساوي واحد تمام فوش رح يصير الشرط select all from products where واحد يساوي time based injection injection او حق معتمد على الوقت يقول لك هنا that relies on sending an sql query to the database which force database to wait for specific amount of time in second بمعنى يعتمد ان يرسل sql query نفس boolean based injection يرسل query بمعنى يخلي database ويجبرها تمام انها تنتظر عدد معين من الثواني اللي احنا نحدد له عشان يجيبنا response او الرد للصفحة بمعنى كيف يعني ياسر اشرح لي الحين احنا لما ندخل صفحة google او نبحث صفحة google لمصح لما نبحث نحط enter على طول يطلعنا النتائج وعلى طول يودينا الصفحة الثانية لا في الانجكشن هنا وش يقوله قبل لا تروح صفحة الجديدة انتظر عشر ثواني فاذا طول واحد اثنين لين عشر ثواني وبعدين عطاك الرد هنا في time based injection vulnerability في اسكل انجكشن هنا تمام طيب يقولك هنا الانجكشن الانجكشن سوف تظهر لانجكشن اثنين الانجكشن الانجكشن اثنين اثنين هنا برضو نعتمد على true وفال طيب كيف يا سر بمعنى انا حطيت وجرب انه هل في اسكل انجكشن عشر ثواني هنا في انجكشن هنا في vulnerability او هنا في ثغرة تمام عندكم هنا مثلا في الاسكل سيفر الكويري حقها عشان ننتظر وعشان نحقل time تمام وش يقولك هنا الكويري حقها بكل اختصار select نجمة يعني كل حاجة from products من تابل الاسم products where هنا where دائما where هو الشرط طيب انا راح اجيب لك البيانات لمن ايش لمن الادى ساوي 534 بعدين قلت لها لو سمحت wait for مسافة delay مسافة single quotation single quotation بعدين نحطه بهذا الشكل عشر هذا في الاسكيول انا قلت لكم سابقا ال DBMS engine او database انجن تمام انه يختلف من database الى database احنا نستخدم mysql يختلف الكويري يختلف الحقن نستخدم SQLite يختلف الحقن نستخدم database ثانية يختلف الحقن فعشان كذا لازم وضروري نعرف في البداية وش هو نوع database ممكن قاعد احنا نحقل ممكن ال variable او parameter احنا قاعد نحقل فيه مصاب لكن احنا قاعدين نحقل بطريقة مثلا mysql والsaver هو مثلا SQL ولا post SQL مثلا SQLite database فعشان كذا لازم نتأكد ونضيق نطاق البحث حقنا انه الموقع هذا يستخدم SQLite او الموقع هذا يستخدم Oracle او الموقع هذا يستخدم mysql كل database لها طريقتها لها queries حقتها وطريقتها تمام فعشان كذا احنا ك bintester ما راح نتعامل او ما راح نعرف كل database كلها ما راح ندرس كل انواع الdatabase موجودة عشان نعرف الاسكو انجكشن احنا نعرف database وكيف نتعامل معها ونتقن ها كويس مع ذلك خلاص احنا نحقن هنا خلاص راح نختار او راح ندور على ال database engine هذا مثلا SQLite انا ما عرف صراح عن اي شي اسكو لات بس SQLite لسليب حقها كيف او ينتظر وقت والله يكتب شي معي طيب مثلا عندنا هنا في SQL server في حاجة اسمها sleep or benchmark فالquery تكون بهذا الشكل select نجمة يعني كل حاجة لو سمحت من من الtable اسمه product lemon where id 534 وابيك تنتظر 10 ثواني اذا انتظر الصفحة 10 ثواني البرامتر مصاب البرامتر مصاب لان اعطان تسرو وانتظر عشان ثواني اذا ما انتظر عشان ثواني اذا ما في time based injection out of band SQL injection out of band SQL injection هذا النوع غير متعارف عليه يعني صاحب يكون في موقع مصاب في هذا الكاتجوري تمام خلينا تعرف عليه شويت يقول لك هنا exfiltrate data using different channel than request was made with can use http و dns بمعنى انه تسريب البيانات التي يتم استخدام different channel يعني نافق ثاني او طريقة اخرى بالركوز اللي تم انشاؤ عليهم من البداية ويقدر يستخدم هذا الhttp ويقدر يستخدم dns طيب مثل make http connection to send results to different web saver تستخدم http connection عشان ترسل الresult او النتائج الى web saver او saver اخر عن الموجود الحين تمام طيب وش المتطلباتي ياسر واحد you have to have a vulnerable application and database بالحقيقة لازم يكون عندك موقع مصاب وdatabase مصاب هذا المتطلب الاول المتطلب الثاني بس عشان قبل ابدأ في المتطلب الثاني بكل اختصار انا شابك على موقع google تمام شابك على database نروح للdatabase b اللي هي مهم موجود على الموقع وارسل اوامر لها بتشوفون الآن بعد الصور بإذن الله المتطلب الثاني بعد ما نعرف انه الموقع مصاب والdatabase مصاب تمام لازم في بيئة network تحتاج انه يخلي الdatabase saver بمعنى تخلي الdatabase saver تسمح بارسال request خارجي بدون اي قيود هذه طبعا مستحيلة تمام انه تخلي الdatabase نفسها ترسل request خارجي ل server او database ثانية بدون قيود لازم في قيود اصلا الشيء الثالث لازم يكون عندك صلاحيات كافية عشان ترسل هذا ال request يعني لو لقيت موقع مصاب ولقيت فرضا الdatabase تقدر ترسل ال request بدون اي قيود هذه بالانستحالات برضو لازم يكون عندك صلاحية كافية انك ترسل هذا request حقيقة يعني لو صارت الاشياء هذه ثلاثة حرفيا اللي شغال في الdatabase في الموقع فلاني هذا نايم على الشغل يعني ما يسوي اشياء من انه الاشياء الاساسية والبسيطة لازم تصير تخيل ترسل request بدون اي قيود ومين ممتاز نبي نشبك على web saver تمام نسوي injection malicious SQL command في المنطقة هذه تمام وبعدين الخطوة الثانية يقول process to inject command في الdatabase حق الموقع لحد الان امونا طيبة انه web saver بعدين يروح للdatabase ويكون ينفذ command لحد الان طبيعي لكن الشيء الثالث ما يريد جعله يروح يتاكل يروح يقول outbound request يعني request خارجي مثلا تلاحظون level هنا هذا attacker هذا web server وهذا database server وهذا listening server server خارجي غير الdatabase الموجودة يرسل request الى الdatabase بمعنى الخطوة الرابعة انه انا ك attacker collection capture information من وين من السaver هذا مو سaver هذا لا سaver هذا ويش خلاني اوصل سaver لها صلاحية انك ترسل او تبان request بدون اي قيود وتقدر انه الاتاكر عنده صلاحية انه يقدر يرسل هذا request وانه لازم يكون عندك موقع مصاب طيب اذا تحققت هذا الشروط كيف رح يكون الquery تمام يقول لك select النجمة يعني كل حاجة من table project where id 534 هذا الquery اللي احنا كل شوين مر عليه وشكل طبيعي انه يجيب كل المعلومات حق id 534 طيب وشكل المعلومات يعني كل columns او كل العوامي الموجودة يعني مثلا username description profile picture الى اخر طيب يقول لك هنه اش سوى هذي or بين كتب utl شوط تحت http request وفتح post وسكر post وش كتب داخلها كتب http وكتب الكماند هنا الكماند اللي هو select user from dole وحط هنا الكماند هنا راح يقدر انه يحصل المعلومات من السيفر الثاني هنا بحيث انه يكون يفتح او يرسل اوامر من غير channel او نفق ثاني غير اللي هو راح له من السيفر هذا فاشوف هذا هو نفق الثاني لو يحصل المعلومات طبعا هذا نوع الاتاك ما ابيك انك تتعمق فيه كثير بس ابيك تعرف انه في حاجة سهية OOP وحاجة ممكن تتكون بهذا الشي ممكن تحل كم تحدي على هذا الشي ممكن تعرف الفكرة من هذا الشي لانه ممكن تحديات CTF تسوي هذا الشي يعني ممكن التحديات CTF انك تطلب منك انه تتصل في وحالفيا انه موجود الانجكشن هذا لكن يعني كواقع صعب جدا ونادري جدا انه ممكن هذا يصير حتى لو تلاعظون ورجعنا ورا كذا هنا الصورة قال out of band هنا لحالها مسكين ما هي مروفة اكتر نوعين اللي هو مشهورات اللي هو in band classic اللي هو aero based skew injection و union based skew وبرضو عندك الموضوع ما انه وغلا خلاص انه كشوي يطلع لي نوع وكل شي يطلع لي حاجة لازم نعرف الانواع الثلاثة ذول مهمة جدا عشان نفهم الاسكو injection كيف ماشي وكيف شغال في الاسكو injection تمام فكذا نكون خلصنا السلايد اتمنى كان شرح جدا جميل الامانة تعب جدا وانا قاعد رضاكم بإذن الله راح تكون فيه سلسلات جميلة جدا لكن لا تنسى اللايك يا حلو واسترك في القناة وانشر الفيديو لكل مكان واحتساعدني حبيبي سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر